نمضي إلى السودان ومنها نقرأ عرض منازل والي كسل ووزراء ودستوريين للبيع في مزاد علني يعرض في مزاد علني الخميس القادم منزل والي كسل وبعض منازل الوزراء والدستوريين والمباني الحكومية المرهونة لأحد المصارف لتمويله مشاريع تنموية في عهد الوالي السابق تبلغ مطالبة البنك 36 مليون جنيه وعلمت السوداني أن الحكومة السابقة حصلت على تمويل من أحد المصارف لإقامة مشروعات تنموية مقابلة رهن عقارات وخطابات ضمان من وزارة المالية بالولاية وتعثرت حكومة الولاية في السداد ما دفع المستشار القانوني للمصرف لإبلاغ الحكومة الحالية بالمبلغ المطلوب سداده لكن الحكومة رفضت الدفع بحجة أن المبلغ مطلوب من الحكومة السابقة وحرك المصرف إجراءات قانونية وفتحت بلاغات في مواجهة ثلاثة محاسبين بوزارة المالية بالولاية وتم إصدار أوامر قبضة فيما حرك إجراءات أخرى ما زالت قيد التحري ونشر البنك أمس إعلاناً مدفوع القيمة بإحدى الصحف عن مزاد علني بأمر المستشار القانوني وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وسيشهد المزاد عرض منازل الوالي ووزراء ودستوريين أستاذ خالد عرض منازل دستوريين ومباني حكومية للبيع مرهونة لأحد المصارف في مزاد علني ألا يتطلب هذا الأمر فتح تحقيق عاجل؟ إذا صح دقة الخبر يعني دي تفقى مسألة درامية يعني أنه ما يحدث هذا ممكن يحصل لي شركة لكن ما ممكن يحصل لي ما لعام ما لدولة وما للمواطنين في السودان ومنتلكات مواطنين كسلة دي ما منتلكات للدستوريين دي منتلكات الشعب السوداني أول حاجة اللي بد من تدخل المركز ممثل في رئيس الوزراء إنه تفتح تحقيق بأي حق تم الرهن الممتلكات العامة والمشاريع دي غدرة كم وضرورية شنو ومنون نفذة وشنو الجهالة شرفت عليها ومصيرة شنو وليه ما تم السدات وإذا هي مشاريع التنمية ومعناتها ذاتها مفروض تكون جابة دخل ومفروض تكون في دراسات جدوى ومفروض تكون في تعطاءات يتنفذت بها ده كله بطرح تساولات حول الموزولية عن المال العام حول الشفافية حول الخطاط فدي لابد من تدخل كبير لأنه دي ممكن دي نوع القضايا اللي بيطيح بحكومات ولأنه دي قضية كبيرة جدا يعني فلابد يكون في تحقيق شفاف وينشر للرأي العام لأنه دي ما شركة خاصة دي جمعية العمومية بتاعد الشعب السوداني ودي منتلك هد مشاعر لكل الشعب السوداني من حقه يعرف كل الخطوات التمت لأنه النتاج اللي بتحصل ما هيخسر مزئول المزئول ما هيخسر بيت حياخد بدل سكن لكن هيخسر الشعب السوداني منتلكات بتاعد الدولة والأموال ذهبت وين وكيف تترهن لأنه في ولايات تانية عملت الحاجة دي وما في محاسبات قاعد تتم ودي مسؤولية جهاز الدولة على مستوى الولاي وعلى مستوى المركزي تاني في حديث مضحك بدل أنه الحكومة الحالية قالت دي دي تصرف الحكومة التانية دي 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 مؤسسات ما في حيث من الحكومة القبان دي ما شركة ما حاجة خاصة انت بيتشتريته جديد من مالك سابق انت دا مؤسسة الدولة انت بيتستمر في السابق وتتحمل أخطاء السابق يعني طيب أستاذ خالد يعني يتبادر للذهن الآن الحديث حول مدى قانونية خطوة رهن مباني حكومية تقوم بها الولايات سواء كانت ولاية كسلة أو غيرها من الولايات الحديث عن قانونية هذه الخطوة رهن المباني الحكومية أنت بترهن المباني الحكومية والشيء مفروض تكون في القضية تطرح بشكل عام هي قضية سياسية أكثر منها قضية غانونية وقضية مرتبطة سياسية وأخلاقية في المغامة اللول لأنه دي ممتلكات عامة مبتغة مربا لأنه ما ممتلكات خاصة ولو دير تدخلها في أي رهن لمشروع استراتيجي مثلا أو موضوع حاجة ماسة وما عندك خيارات لازم تشاور المركز تعمل استفتال المواطنين لأنه دا أملاكهم هم ما أملاكك أنت أنت مجرد موظف معين في الوظيفة ولا منتخب حتى الوالي لأن يكون عنده طفوية شعبي أنت جايب بتعيين سياسي أو تعيين تنفيذي فبالتالي لم تترهم بشوف أصحاب الحك هم مواطنين لأصلا هم ما فوضوك حتى لو فوضوك بترجع لهم لأنه دي لازم يكون في استفتال المواطنين في ممتلكاتهم أي شخص لو دارت أي تحرك في ممتلكاته الخاصة لازم تشاوره وإذا عارف الجدوى ويفتح نغاش حوله وحوار حوله وإذا كان فاولويات تانية وما فاولويات تانية والمشروع مدى نجاحه وقدرة التزديد وعدم التزديد مشاورة المركز لأنه دمال عام برضه وممتلكات عامة يعني في خطوات كثيرة سياسية وشعبية مفروض تدعمل ومفروض يكون المجلس التشريعي أجاز الخطة لأنه حتى مهما كان المعارضة التشكل فيه في النهاية دي الجسم على المستوى الغانوني يهب موصل المواطنين أكثر من الوالي لأنه عنده طفويد شعبي أكثر ودور المواطنين مفروض يكون موجودين في كل الحاجة ديه دور الإعلام والحاجات كلها تدار بشفافية والمشاريع الإدعامة التي تكون مطروحها في عطاءات عامة بشفافية والأرغام تكون متابعة والخطط متابعة لكن دفن الليلة دفن الليلة مكراعا بردما بمفروض طوال محاسبة ودوقع حس يكون الجهات السياسية والأمنية في ناس يكونوا ما المحاسبين ومتخذوا الغرار السياسي بتاع الرهن ما المحاسبين الصغار الناس اللي كانوا في الإدارة السياسية العليا أخذوا الغرار لأنه ده غرار سياسي في المغامة الأول وغرار تنفيذي ما المحاسبين المنفذين ما في محاسب برهن عغارات بتاعة الدولة فبالتالي دي لابد يكون في محاسبة على مستوى عالي وقضية تمشي للمحكمة لأنه دي أموال عامة وحق مشاعر لكل الشعب السعودان نعم